بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي أصحاب السعادة السيدات والسادة الكرام يسرني في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لسموء الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لرعايتها هذا المؤتمر للهام ولكلمتها المباركة التي ألقاها بالنيابة عن سموها معالي الشيخ نهيان والمبارك النهيان وزير التسامح إن التعاون الوثيق القائم بين الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات ومؤسسة المرأة في الأمن الدولي ومؤسسة ترينز للبحوث والاستشارات له أهمية في إثراء مناقشتنا حول المواضيع التي سيبحثها المؤتمر خاصة وأن خبراء مهمين في السلام والأمن من جميع أنحاء العالم يشاركوننا هذا المؤتمر بأبحاث وأوراق عمل هامة ولهذا فإن المؤتمر سيكون أكثر أهمية وتأثيرا على مستقبل المرأة في هذا المجال الحضور الكريم اسمحوا لي أن أحدثكم بشكل موجز عن مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي ودوره في دعم تنفيذ جدول الأعمال العالمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي فمنذ البداية كانت الإمارات العربية المتحدة ولا تزال مناصرا قويا لتحقيق مهمتنا منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2010 وفي أكتوبر عام 2016 تم بجهود وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك افتتاح مكتب الاتصال للهيئة في أبوظبي لحشد الدعم لتنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ويعد هذا المكتب الأول من نوعه في الخليج وهو واحد من ستة مكاتب اتصال تابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول العالم إن الهيئة تؤمن بأهمية تعزيز السلام والأمن وترسيخ التسامح وبناء مجتمعات وأجيال سليمة لضمان مستقبل مستقر ومستدام وهي تعتبر ذلك أولوية رئيسية في جميع برامجها كما تعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة مناصر عالمي للنساء والفتيات كونها كيان الأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وقد تم إنشاؤها من أجل تسريع وطيرة التقدم في تلبية احتياجات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم إلى جانب تقديم الدعم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين ونعمل أيضاً مع المجتمع المدني لضمان تنفيذ هذه المعايير بفعالية إن مكاتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تركز في عملها على خمسة مجالات ذات أولوية بالنسبة للمرأة وهي تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها إنهاء العنف ضد المرأة إشراك المرأة في جميع جوانب عمليات السلام والأمن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة جعل المساواة بين الجنسين محوراً رئيسياً في تخطيط التنمية الوطنية ووضع ميزانيتها ومن عنوان هذا المؤتمر أبعاد التوازن بين الجنسين في مجال الأمن والسلم الدوليين يتضح لنا أهميته في تحقيق أهداف مهمة على صعيد المرأة وأبرزها إبراز مكانة دولة الإمارات في تعزيز دور المرأة في حفظ السلم والأمن الدوليين زيادة الوعي بالصلة بين مقاربة النوع والأمن والسلام في كل من الحياة السياسية والحياة العملية توفير فهم أفضل لأبعاد التوازن بين الجنسين في السلم والأمن الدوليين لجمهور عريض من الناس اعتبار المؤتمر أرضية مناسبة لإطلاق سلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية الهادفة إلى النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن ومن هنا سنركز جهودنا جميعاً نحو تعزيز وتنفيذ برنامج مشاركة المرأة في الأمن والسلام وذلك تنفيذ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 13-25 بشأن السلام والأمن الذي أصدره المجلس في عام 2000 والذي يدعو إلى مشاركة المرأة بصورة فعالة وإدماجها في منع نشوب النزاعات وحلها بما في ذلك في عمليات بناء السلام وكما تعلمون جميعاً فإن للحرب والعنف والنزاع آثار مدمرة على المجتمع بما في ذلك اتساع الفجوات بين النساء والرجال وكثيراً ما تحصل المرأة على موارد أقل لحماية نفسها وأطفالها وعادة ما تشكل غالبية السكان المشردين في حالات اللجوء وبالنسبة لنا نعتبر مناصرة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها وعنصراً أساسياً لضمان حمايتها وإحلال العدالة وفي ختام كلمتي أشكركم جميعاً على حضوركم هنا اليوم وأتمنى لهذا المؤتمر التقدم النجاح شكراً